أثمرت جهود الوفد النيابي الأردني المتواجد في العاصمة دمشق على موافقة وزارة النقل السورية تمديد ساعات العمل على معبر نصيب الحدودي بين البلدين ودراسة إعادة العمل على معبر الرمثة الحدودي وأجر الوفد مباحثات مواسعة مع وزير النقل السوري علي حمود في ملفات عديدة تتعلق بخطة النقل التجاري بين البلدين وعبور شاحنات تجارية وعن طلب الوفد الأردني عودة الشركة السورية الأردنية للعمل أوضح الوزير السوري في تصريحات لرؤية أن الشركة خاسرة تاريخيا وفي حال توافق الجانبان على إعادة العمل بها سيتم اتخاذ القرار المناسب كان اللقاء مصمر جدا تكلمنا فيه عن كل تفاصيل العلاقات السورية الأردنية وسمو هذه العلاقات بين الشعبين في سوريا والأردن وكان لمعبر نصيب الدور الأهم في هذا الحديث حيث كان واضحا الحركة الكبيرة التي تمت على هذا المعبر والقرار الذي اتخذ السرعة في اتخاذ القرار بعد تحرير هذا المعبر من قبل جيشنا البطل وبالتالي كان واضحا الرغبة الجامحة عند أهلنا بالأردن في الدخول إلى سوريا وكذلك عن الحركة باتجاه الأردن وكيفية تسليل كل العقبات للحركة في الاتجاهين إن كانت للمواطنين إن كانت للسيارات وإن كانت للشاحنات